قال الجيش الإسرائيلي أنه قتل عنصرا رئيسيا في وحدة الدفاع الجوي تابعة لحزب الله في شرق لبنان متهمة إياه بتنفيذ العديد من الهجمات ضد الإسرائيليين وعرف الجيش في بيان عضو الميليشيا بأنه ميثم مصطفى العطار مشيرا إلى أنه زار إيران مرات عدة حيث اكتسب المعرفة وساعد في بناء قوة حزب الله وترسانته من الأسلحة الإيرانية وقالت وسائل الإعلام رسمية لبنانية أن مركبة العطار ضربت في هجوم بطائرات مسيرة في مدينة بعلبك شرق لبنان أرحب بضيفي من بيروت الكاتب الصحفي الأستاذ أسعد بشارة لمناقشة التطورات في الملف اللبناني مرحبا بك دائما معنا أستاذ أسعد أسألك هنا وفقا للمعطيات الأخيرة ما الذي يمنع تل أبيب من التوجه إلى لبنان بعد الانتهاء من حرب قطاع غزة وآتيت على ذكر هذا السؤال لأن حزب الله يربط دائما بأن انتهاء الحرب سيكون انطلاقا من غزة الولايات المتحدة الأمريكية التي تتقاطع مع طهران في عدم وجود مصلحة للانتقال إلى حرب في لبنان والتي تحاول عبر المفاوضات أن تقول لإسرائيل ما تريدين أن تحقيقينه بالحرب يمكن أن نأخذه بالمفاوضات وفعلا يعني الكلام الإيراني الأمريكي مستمر بغض النظر عن النتيجة التي سيصل إليها وبالتالي مصلحة إدارة بايدن في عدم توسع الحرب حكومة نتنياهو تستمر بممارسة الضغط على حزب الله ولكن في الوقت نفسه تتأخر في توقيت إعلان الحرب أو الانتقال إلى مرحلة أخرى ريثما تأخذ غطاء أمريكيا أو ريثما تتيقن أو تصل مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى نقطة أن المفاوضات لم تصل إلى أي نتيجة قبل زيارة نتنياهو إلى الكونغرس وكلمة نتنياهو في الكونغرس لا يتوقع أن يحصل أي انتقال من حال المواجهة هذه بنفس الوتيرة إلى مواجهة أكبر لأن إسرائيل لن تخطو هذه الخطوة إلا على الأقل عدم ممانعة أمريكية هنا السؤال أيضا أمريكا تعلم التصريحات دائما تخرج بشكل مغير أحيانا من الإدارة الأمريكية أحيانا تقول بأننا سنحاول منع الحرب على لبنان في المقابل مصادر أخرى تتحدث بأن أمريكا لن تستطيع منع إسرائيل من شن حرب وأنت تعلم لطالما أمريكا طلبت من إسرائيل عدم اجتياح رفح أو عدم احتلال قطاع غزة وإسرائيل تفعل ما تريد الضمانات أين لا يوجد ضمانات ولكن بكل الأحوال حكومة نتنياهو الواضح أنه يلعب لعبة الوقت والمناورات في مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية ويدرك أن أمريكا لا تستطيع أن تضع خطوطا حمر إذا ما قرر السير وسيلزم أمريكا بالسير وراءه ولكن يفضل أن لا يسير لوحده إلا إذا نال غطاء أمريكيا هذا الوضع الأفضل بالنسبة لإسرائيل من الجهة المقابلة حزب الله وإيران لا يريدان الحرب وهما ينتظران سريان وقف اطلاق النار في غزة أو الهدنة وعمليات التبادل لكي يعلنوا بشكل واضح وقد أعلنها مسؤولون في حزب الله أنه فور سريان الهدنة حزب الله سيوقف اطلاق النار من الجنوب حزب الله ينتظر هذه الهدنة والاجتماع الذي حصل بين نصر الله ووفد حماس برئاسة خليل الحي كان يحث حركة حماس على أن تتقدم أكثر فأكثر لماذا؟ لأن الهدنة في غزة تعطي لحزب الله السبب المنطقي لكي يقول نحن شنينا حرب المساندة وساعدنا حركة حماس والآن جاء دور المسار الدبلوماسي الذي يؤمن للحركة البقاء بغزة والبقاء كجسم عسكري قادر على أن يواجه مساعي اليوم التالي التي تقوم بها إسرائيل لتفكيك سيطرة حركة حماس على القطاع يعني أتيت على ذكر أيضا لقطة نعم سيد بشارة فقط أريد أن أسألك هنا هل فعلا كانت هذه الجبهة الجنوبية اللبنانية مساندة؟ يعني هناك للآن البعض يتساءل مساندة فعلا لحماس؟ أم كانت لديها مآرب أخرى؟ لنستعرض هذا الأمر وقد شرح كثيرا على الإطلاق لم تقدم لحركة حماس في غزة أي دعم لماذا؟ لأن إسرائيل خرقت كل الخطوط الحمر خرقت الخط الأحمر الذي وضع على الهجوم البري خرقت الخط الأحمر الذي وضع على وسط قطاع غزة خرقت الخط الأحمر والذي وضع على رفح احتلت بحور فلاديلفي وبالتالي دخلت إلى كل القطاع والآن تقول أنها انتقلت إلى المرحلة الثالثة من العمليات العسكرية التي هي عمليات أمنية عسكرية إذن حرب المساندة هذه هي ليست حرب هي عملية مناوشة فقط لكي تجلس إيران على طاولة المفاوضات وفقط لكي يقول حظب الله أنه لم يبقى صامتا أمام هول ما جرى في غزة في حين كان يجاهر ويقول أنه ملتزم بوحدة السحات لا بل أن حركة حماس كانت وعدت من دون أن تعلن عن ذلك بأنه في حال نفذت عملية 27 أو في حال تنفيذها هكذا عملية فإن حزب الله سيلاقيها من الشمال هذا لم يحصل لماذا؟ لأن حزب الله لديه حساباته الإيرانية وإيران كما هو معلوم تعرف الخطوط الحمر الأمريكية والإسرائيلية وضحت ذلك بالدقيقة المتبقية أستاذ أسعد أنا آسف جدا قطعتك كثيرا لكن إلى أي مدى فعلا يمكن أن يؤثر وجود إصلاحي في رئاسة إيران على ما يحدث في الجنوب اللبناني على سياسة حزب الله أقصد هنا بزك شيئا؟ لا يؤثر بأي ولا واحد بالمئة لأن الرئيس الإصلاحي هو الموجة الرابعة من العلاقات العامة التي تسمى رئيس إصلاحي رفسنجاني خاتمي فيما بعد الرئيس الثالث والآن الرئيس الذي يوصف بالإصلاحي كله تحت عتبة وعباءة المرشد هذا تقسيم أدوار داخل النظام إيران اليوم تحتاج إلى أن تعيد تقديم نفسها بصورة مختلفة وهذه من عدة الشغل كما نقول في لبنان يعني تعودنا على النظام الملالي منذ العام 79 وإلى اليوم وهو يقوم بمثل هذه المنورات التكتيكية إصلاحي متشدد متشدد إصلاحي فيما القرار ليس عند الرئيس القرار عند المرشد والحرس جزيلا شكر لحضرتك أستاذ أسعد كنت معنا إذن من بيروت الكاتب الصحفية الأستاذ أسعد بشارة كل شكر لك على هذه الإضاحة شكرا